في فقرة دويت يورسلف اليوم قررت أن أخلي شيء اللي نسويه يتماشى مع الحلقة رح أسوي لكم وغير لكم مخدة بيضة عادية مثل هذه تلاقونها ممكن بإيكيا ونغيرها بطريقة بسيطة وسهلة أنها تكون جميلة وغريبة الأشياء اللي تحتاجونهم قماش تقيل أنا استخدمت جوخ مقص قلم رصاص أي شكل ممكن نستخدمه عشان نقص القماش صمق حراري ومخدة قديمة هنا أنا استخدمت مخدة بيضة أنت دين تستخدمين أي مخدة عندك زايدة بالبيت سودة أو أي شيء المهم يكون ساعدة لونه أهم شيء أن نشيل الحشوة أول عشان نقدر نشتغل عليها وهي منصطحها على الطاولة وايد أسهل هنا أنا استخدمت جوخ أزرق سماوي القماش هذا ممكن تلاقونه بالبلوكات أو أي مكاتف فنية وهذه قطعة مدورة رح تساعدني أني أرسم الدوائر صح أنتم ممكن استخدمون قطع مربعة مثلثة الشكل تبين تقصون عليه القماش أنقص كل قطعة بروح لأن هذا رح يسهل علينا القص وغايد بعدها تقصون الشكل بطريقة مرتبة هنا أنا عندي كمية دوائر قصيت من قبل أنا رح أستخدم الصمغ الحراري عشان ألزقهم ممكن أنت تخيطينهم بالطريقة رح ألزقهم فيها تخيطينهم بطريقة سيدة مثل ما أنا حطيت الصمغ ونكمل ونلزقهم كلهم نهتم أن نلزقهم بالطريقة هذي عشان يكون فيهم شافسة أشوف شون أنا ترستها كاله دوائر وشون كلهم لازقين ببعض هذه صارت كاملة وخالصة وممكن نستخدمها بأي مساحة اشتركوا في القناة